فرح عجيب شهد تصرفات غريبة وغير متوقعة قام بها العريس السعودي الثري الذي حول زفافه إلى حفل أسطوري لا يمكن تكراره لكن ما تضمنه الفرح من مشاهد أثار تستياء المتابعين ومطالبات بتوقيفه على ما فعله خلال الحفل فما القصة؟ لو أنه حفل زفاف هارون الرشيد ما كان ليتم بهذا الشكل المبالغ فيه بتلك الكلمات عبر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استياءهم الشديد من حفل الزفاف الذي أقامه ثري سعودي من أجل التباهي أمام عروسه المغربية بأمواله الطائلة فقد جرى توثيق مقاطع فيديو تظهر لقطات من حفل الزفاف شاب سعودي ثري مع سيدة أعمال مغربية جميلة تدعى هندي مكاوي وأظهرت الفيديوهات التي أصبحت مشهورة على منصات التواصل الاجتماعي الشاب وهو يقدم هدايا فخمة لعروسه بما في ذلك سيارة مرسيدس فاخرة وباقات من الظهور وسناديق هدايا فاخرة مليئة بالذهب والمجوهرات وأظهرت مجموعة من الصور لحظات توقيع عقد القران بين الشاب السعودي والفتاة المغربية وأظهرت مقاطع أخرى من حفل الزفاف اجتماع العروسين على إيقاع الأغاني وصوت الطبل والدف وسط أجواء عائلية سعيدة تلقت الفيديوهات تفاعلا واسعا من قبل مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي حيث علق بعضهم قائلين انظروا إلى الفخامة ومستوى الدلالة وكيف أنهم يستمتعون بالزفاف وحتى أهل العريس حضروا وسافروا إلى المغرب ووثق مقطع فيديو قيام الثري السعودي بإلقاء الأموال على مطربة خلال حفل الزفاف حيث أظهر مقطع الفيديو وقوف العريس الثري بجوار زوجته المغربية وقام برمي الأموال على المطربة خلال غنائها على المنصة الموجودة داخل القاعة لكن أكثر ما أثار استياء الجمهور والمتابعين تمثل في الطريقة التي دخل بها العروسان لحفل الزفاف حيث دخل عدد من الأشخاص إلى القاعة وكانوا يحملون طاولة كبيرة على أكتافهم ويجلسوا فوقها الشاب وزوجته ثم بعد ذلك دخل آخر يحملون الهدايا والأطقم الذهبية وتنوعت فقرات الغناء حيث دخل مطرب آخر وقام بالغناء على أنغام الموسيقى المغربية وبقات الورود الكبيرة وأثار مشهد دخول العروسين بالطبع استياء المتابعين حيث قال البعض إن العريس يرى نفسه على ما يبدو على الدين ويريد تحقيق حلمه في التحليق بالبصات المسحور لكنه يحلق على أكتاف الآخرين وهو أمر غير لائق بل يشبه ما كان يحدث قديما بين البشر في عصر الرقيق وبلغ الأمر ببعض الناس أن طالبوا بتوقيف هذا الشخص الذي أنفق أمواله بشكل مبالغ فيه على البهرجة في حفل زفافه في حين أن ملايين البشر يحتاجون إلى جزء قليل من هذا المال لسد احتياجاتهم الأساسية في حين رأى آخرون أن ما فعله العريس أمر من حقه لأن كل إنسان حر في التصرف في أمواله كيف ما شاء حتى لو بعثرهم في الهواء فما رأيك في حفل زفاف العريس السعودي؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر